مساء الخير كل يلي اشتاءوا للسيد والراكسة العالمية جورجات جبارة إليكم هالتحقيق أين هي الراكسة العالمية جورجات جبارة اليوم؟ وماذا عن صدافتها في مهرجان فجارة الدولي للفنون؟ أهلا وسهلا فيك سيد جورجات جبارة على الشاشة الجديد مؤخرا زرت الفجارة وتحديدا مهرجان فجارة الدولي للفنون خبريني أكتر عنه الفجارة أنا كنت ضيفة شرف للمهرجان الدولي للفنون يعني شيء كتير كتير كبير كان في 21 دولة معظومة وعم بتقدم عروض وعم بتحفلات منهم لبنان كله راكس يعني كان مهرجان؟ نو 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 كان فيه ما هيدا للفنون إذن كان فيه مسرح أكيد تركيزه كان على المسرح وأكتر شيء على المونودراما يعني الشخص واحد بمثل شيء معه كتير أوقات مع نوع من رسالة وكحضور لبناني كمان كان فيه صديقتي وحبيبة قلبي شادية زيتون دغان يلي هي رئيسة النقابة بحيتنا وكان فيه نادا أبو فرحات بضينا كتير وقت مع بعضنا ونادا تجاوزت من فترة كمانا أنا قالت لي واش وجدني حبيتيها بـ Dancing with the stars كراقصة لنا دا يي كنا بالاتصال كل الوقت اللي أعملي هيك أعملي هيك ينتبي هيك بتجنني كتير شجعتها وبتجنني يا ريت المونودراما تباحها بديعة راح على محال مهرجين هيدا أكتر شيء عجب دي كان الفرقة المصرية الفرقلورية كرأس وفي ليلي قالوا لنا منودراما روسي نحن حضرنا منودراما بعدة لغات ما نفهم اللغة بس نشوف شيء غير شكل منودراما المنغولي باللغة المنغولية بس شيء كتير ملفت يوم حضرتك متزوجة من السيد عريضة وعندك مدرسة للرقص رقص البالي تحديدا شو نصيحتيك لكل هالجيل الجديد يلي بيحب الرقص ما حدا بيقدر يكون بروفاشنال مية بالمية إلا ما يكون رقص البالي الكلاسيك أو رقص حديث من المدارس الكبيرة هلأ حلو يتصلى بالهيب هاب وبالزنبا وبالضع هادي ما بنوصله لمحل مع الأسف بقوله بس هلأ الأهل ما بيعرفوا بقي ربه ما ما بدي عملها ها ها بياخدوها ما ما بدي الأساس المفتاح المفتاح هو البالي الكلاسيك من البالي الكلاسيك فيك تتعلمي شو ما بدك هاك وأنا بشكرك أنا بشكرك على سؤالك لأنه الناس ما عم بيعطوا كل شيء أهميته باللبنان الفن باللبنان في عنا مواهب كتير كبيرة بس ما بتحسي أنه الميديا والناس و برامج الترفي هي الفنية الراقصة اليوم كتيرة على شاشات التليفزيون عم نشوف Dancing with the stars So you think you can dance حضرتك So you think you can dance هذا لازم ينقيم لأنه ما حبيتي مش قصة ما حبيته يعني أنا كنت عارفة أنه ما حيطلع منه شيء So you think you can dance هيدا برنامج لازم يجمعك البلدين العربية ما كلهم عم بيقطلوا بعضهم بدوا ينفكروا يبعطوا حدا يرقص ما بتثبت بعدين المستوى طبع So you think you can dance بأمريكا شيء 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 عظيم جدا جدا يعني تنقدر نوصل لهالدرجة قدش بدنا وين المدرسة موجودة وخبرينا عن تلميذك كم تلميذ عندك وبعدك عم بتمارس مهنة الرأس خبرينا عم برأس وياريت لو فيني رأس السياسيين برك كانوا شوية هيك خلخلناها صدقيني وموليير قال موليير قال إذا كل سياسي بيرقص ولو إنه مرة بالشهر كانوا خف الحروب بهالدني المدرسة حمد لله بعضها موجودة وكنت حب يكون عندي مساعدات كتير عندي مساعدات بس مش هي وين موجودة اليوم؟ المدرسة بزوق مصدح وش اسمع؟ محا محا يقول يبانيز دبالي المدرسة اللبنانية للبالي وما حقلك أكتر لأنه بدك تجي تزولينه أكيد بتأجي تزولينه لازم كل الناس لازم تعرف هالمدرسة وأنا الوحيدة يلي بعلم السيستام الروسي هل ممكن تشارك بأحد البرامج كعضو بلجنة التحكيم إذا بيكون شي على مستوى ليش لا؟ عم ستتواصل بعديك مع كل اللي كنت تكون معهم بشفرية يعني ومع استثموا أسماء يهي أكيد سي ما حكيني من شي تتجم قبل ما أسفر وستاذ روميو روميو هلك عملت له أنا الرأسة بمسرحيته رجع عملا وناي وبابو هاو دي أصحابنا من مرتقل حزمية دارين شهين قناة الجديد بدنا نقول مبروك لسوفيا المريخ عن شو عم بحكي من تابع سوا صوفيا المريخ التي اشتهرت ببرنامج ستار أكاديمي بموسمه الأول هي اليوم فنانة معتازلة بسبب زواجها من رجل أعمال مغربي وقد انتشر فيديو يظهر صورا من زفافها مع زوجها الذي قررت الاعتزال من أجل ارتباط به وقد ذكرت جريدة العرب اليوم أن سوفيا أقامت حفل زفافها يوم الخميس في العاصمة الإدارية للمملكة بشكل سري في حين أنها كانت تحضر لهذه اللحظة منذ قبل شهر رمضان المبارك الحفل جرى في أحد الأحياء الراقية في الرباط في حين أن زوج سوفيا المريخ يشغل منصبا مهما في أحد الشركات المكلفة بتموين وتجهيز القصور الملاكية المغربية ويبقى السؤال ماذا عن مصير العمل المشترك بارولي بارولي الذي جمعها بالفنان العالمي ألان دولون والكليب الذي صور لهذه الأهنية حالة من الغضب الشديد شهدتها مواقع تواصل اجتماعي بسبب فيلم النجم توم هانكس حيث قام هانكس بتصوير جزء منه في الغردقة في مصر وسبب حالة الغضب الشديد هذه هو تريلر الفيلم الذي يظهر بعض المشاهد التي توحي بأن السعودية لا تزال تعيش حياة بدوية حيث تعتمد على الجمال في التنقل والمشاهد التي أغضبت السعوديين ظهور أحد سائقي عربات النقل بأسنان صفراء وسائق يدخن السجائر وهو يقود السيارة وأثار غضب السعوديين أيضا ظهور النجمة ساريتا تشودري وهي تجسد في الفيلم دو طبيبة سعودية يقع هانكس في حبها حيث يرى السعوديون أن ساريتا لا تمثل النساء السعوديات نجاح جديد تحقيقه الفنانة إليسا حيث تم الكشف عن دخول أعمالها قائمة الأكثر مشاهدة على أحد مواقع الإنترنت وذلك بعدما حملت رقم 60 في القائمة التي نشرتها شركة روتانا وكتبت روتانا نبارك للفنانة إليسا دخولها لائحة الفنانين الأكثر مشاهدة على يوتيوب حول العالم هيدا كان كل شيء باي